اهلا بكم باش مهانسين وده كاترت سنة اولى سنوي في حلقة جديدة من حلقات دروس الماث وفرع التريج بنحل النهاردة مع بعض exercise 8 ودرس systems of measuring angle, degree measure, irradiance measure تعالوا نقسم حسة النهاردة على 2 parts ونبدأ مع بعض بpart 1 number 1 بيقولي the angle of measure 25 by over 9 lies in which quadrant احنا معانا angle 25 by over 9 واحنا كده هو عارفين طالما هي بالby يبقى ده radian system وقلنا لما تبقى الangle فيها by وحب احولها للdegree system الby radian equivalent 180 degrees يبقى ده عبارة عن 25 multiply 180 divided 9 25 multiply 180 divided 9 equals 500 500 degrees is more than 360 فعلشان اعرف هي موجودة في انهي قودراند لازم يكون المجرى بتاعها ما بين 0 و 360 طب ال500 ازاي اخليها من 0 ل360 اشيل منها لفة rotation revolution يعني اعمل minus 360 تطلع بكم تبقى ب140 اعمل 500 minus 360 تبقى equals 140 افتكروا معايا كده احنا لما كنا بنشوفها في اني قودراند كنت برسم 4 quadrants الفرست من 0 لنينتي السكند من نينتي لون ايتي السيرد من وان ايتي لتو سيبنتي والفورس لحد السري هندد سيكستي احنا معنا انجل وان هندد فورتي يبقى دي لايز في السكند كوادرنت سكند كوادرنت يعني نختار مع بعض لتر بي نمبر تو بيقولي برضو واضح اني دي بالردين فنعمل ايه اي انجل انترمز بالردين هحولها للدجري فالباي ردين اكويفلنت لون هندد ايتي ديجريز ديفايد كام ديفايد سيكس فتبقى ثيرتي وان ملتبلاي وان هندد ايتي اوبر سيكس تطلع بكم تطلع ب930 ديجريز نعمل نفس القصة نشيل منها اللفات الزياد minus 360 لسه more than 360 يبقى محتاج نشيل اللفة كمان يبقى minus 360 يبقى دي اكويفلنت ل210 ديجريز نركز تاني من 0 ال90 ده الفرست من 90 ال180 ده الساكن من 180 ال270 ده السايرد وانت بتقول ان الانجل بكام ب210 210 ديج ما بين ال180 وما بين ال270 يبقى ديج موجودة في السايرد ونختار مع بعض لتر سي نشوف سؤال number سري بيقول لي كده ان الانجل negative 9 by over 4 نفس القصة بالزبط هنعمل negative 9 وشيل الباي ريدين وغيرها ال180 ديجريز over 4 فتبقى negative 9 multiply 180 over 4 equals negative 405 طب دي بالنجل وانا عايز اعرف هي موجودة في انهي كوادرنت يعني انا عايزها ما بين 0 و 360 فالمرة دي اعمل عليها adding ازود عليها عدد من اللفات 360 اللفة الاولى لسه مخليها negative ازود لفة كمان بقت equivalent ل 315 طبعا 315 ده number included بين يقع ما بين 270 و 360 يعني احنا كده في الكوادرنت الرابع يعني الانجل دي موجودة في الفورس كوادرنت ونختار مع بعض لتر دي number 4 بيقول لي ايه بيقول لي ان if the degree measure of an angle انا كده معايا theta degree then the radian measure equals what طيب اتفقنا مع بعض ان انا علشان اجيب el theta radian بمسك el theta degree اللي هو قال عليها 43 degrees 12 minutes وبعدين اعملها multiply by 180 degrees تحت تمام طيب تعال كده بشويش ونشوف ايه اللي هيحصل ركز معايا عشان فيها مطب صغير انا عملت 43 degrees و 12 minutes ودست shift وكتبت ال boy وعملت تحت 180 equals كم طلعت 6 over 25 boy بسك معايا 6 over 25 boy هل الكلام ده موجود في mcq لا اللي موجودة فيها by ده decimal طب اعمل ايه لو انا حولتها decimal بص كده هدوس على s طلعت كم 0.75 وايه وشوية decimal يعني المفروض تبقى 0.75 هل في 0.75 لا ابردو طب احنا حالين غلط لا احنا حالين صح طب ايه المشكلة انا هقولك طالما هو محاولها لدسمال وفي اتنين جنبهم by اركم by دي على جنب وشوف 6 over 25 بالدسمال بكام 6 over 25 هتبقى 0.24 يبقى دية 0.24 وصيب by في حالة يعني هنختار مع بعض letter b وطالما في by مش محتاجة اكتب radiant لان كده كده مفهوم ان هي فيها ايه by يبقى هي by radian number five في number five بيقولي ايه بيقولي the degree measure المرة دي عايزين نحاول ايه للdegree measure وهي فيها by فخلاص دي سهلة قوي 8 by over 3 يعني كل اللي هنعمله هشيل الby radian وخليها 180 degrees divided كام divided 3 8 multiply 180 divided او over 3 تلعب بكام before 180 محتاجين نحاولها standard لأ ليه لأ لانها موجودة في الاربع اختيارات فلاقينا 480 فروحنا اخترناها على طول اللي هي letter d في number 6 بيقول the sum of measures of the angles of the quadrilateral in radian equals عايز يعرف مجموع الانجلز بتاع اي شكل quad بس بالradian طب احنا حافظين انه 360 degrees طب هو 360 degrees بكام مش انت عارف ان 180 degrees equivalent لby radian طب و 360 360 360 ديت عبارة عن 180 180 يعني 2 times 180 فاقدر اقول عليها ان هي ايه 2 bi على طول وعايزين نحفظها دي يا شباب علشان دي مهمة وهنتسئل عليها كتير انا عايزك انا عايزك تبقى حافظ الشوية اللي انا هقولهم لك دول انا عايزك تبقى عارف ان 90 دي عبارة عن 180 over 2 يعني radian هتبقى bi over 2 وعايزك تبقى عارف ان 180 degrees دي bi radian وعايزك تعرف ان 270 دي 3 90 يعني ايه 3 90 يعني 3 bi over 2 يمشي ال bi over 2 d90 يبقى 270 equivalent 3 bi over 2 وكمان ال 360 تبقى عارفها ان هي عبارة عن 2 times 180 او 2 bi الاربعة دول هنحتاجهم كتير جدا وإحنا بنشتغل في التريك تعالا نشوف number 7 في number 7 بيقول لي if the sum of measures of the interior angles of a regular polygons equals 180 multiply n minus 2 wherein is the number of each sides then the measure of the interior angle in radian of regular pentagon equals what طيب هنرغي كتير شوية في المسألة ديت انا عايزك تعرف ان اي شكل في 4 sites هيبقى اسمه ايه quad أو quadrilateral اي polygons في 5 sites هيبقى اسمه pentagon في 6 هيبقى اسمه hexagon 7 هيبقى heptagon 8 هيبقى octagon 9 nonagon 10 decagon أو decagon طيب احنا معنا علاقة هو مدهلنا واحنا عارفينها من prep 1 اللي هي 180 multiply n minus 2 العلاقة دي بتجيب ايه العلاقة دي بتجيب sum sum of interior angle لاي polygons سواء regular أو مش regular تمام لو انا عايز اجيب الميجر بتاع الone angle همسك نفس القانون ده اللي هو يعني هو عايز الانجل الوحدة للبنتاجون بس بالregular كمان طيب هنجيب الone angle وركز معي عشان عايز اعملها لك بطريقتين طريقة زكية وطريقة عادية الطريقة العادية هي ان انا اعمل 180 multiply هو بيسأل على pentagon pentagon يعني 5 minus 2 وبعد كده هو عايز الone angle فهو عامل divided cam divided 5 وتلاقي الطالب بيقعد يحسب دية ويطلحها بالdegree ويرجع يعملها بالإيه بالريديان الولد البشمهندس والبنوتة الدكتورة يشيله ال180 ويحطوا مكانها باي لان هو عايز طلع بالإيه بالريديان فال180 ديجريز دي equivalent لباي ريديان فوفر وقت فطلعت بكام يا أولاد 5 minus 2 بسري باي أوفر 5 سري باي أوفر 5 يبقى نختار مع بعض لتر سي نشوف السؤال اللي بعده number 8 ونوسع لنفسنا هنا كمان بيقولي إيه في number 8 بيقولي in a circle of diameter length 12 سنتيمتر يبقى أنا معايا الديامتر اللي هو 2R equals 12 سنتيمتر يعني معنى كده باش مهندسين in a radius 12 divided 2 become 6 سنتيمتر the length of the arc subtended by the central angle of measure 60 يبقى أنا معايا سيتا بس بالdegree become 60 degrees هو بيسأل على إيه هو بيسأل على length of arc فاكرين الترانجل اللي احنا قلناه في الحصة قلنا الترانجل اسمه إيه ترانجل laser قلنا ليه مسمينه laser قلنا بنحط L ما كان قول C أو سيتا بعد كده R فبننطق laser عشان نحفظه بس السيتا هنا دي central angle متقاسة بالإيه بالرديان يبقى أول حاجة باش ما انسين عشان تعمل L لازم سيتا تكون بال رديان excellent طيب أنا معايا سيتا بالدجري تعال نحولها للرديان هقول له أدي الانجل وفوق باي وتحت 180 هتبقى باي أو 1 3 باي جميل تمام أنا عايز أجيب اللينس في arc فأقوله كده سيتا رديان ملتبلاي الريدياس 1 over 3 باي ملتبلاي الار اللي هو بكام ب6 احسابه على مهلك كده على الكالكليتر هتطلع معاك 2 باي بس خلي بالك من حاجة مهمة هي 2 باي خلاص احنا طلعناه سنعايز أقولك ملحوظة مهمة قوي مش عايزك تبقى مش فاهم ايه اللي انت طلعته مش عايزك تقول ان 2 باي دي 360 غلط انت كده مش فاهم انت طلعت ايه انا طلعت طلعت كام طلعناه 2 باي 2 باي دي انجل ولا لنس طالما لنس يا حبيبي ما تبقاش بالدجري تبقى بالدسمل فتدوس كده 2 باي وحولها لدسمل عشان لما تيجي اختيار غير دوت ما يتحكش عليك لانه ممكن وانا بعمل لك امتحان اروح حاطت لك 2 باي و 360 وانت تبقى عبيت وتختار 360 دي اصلك مش فاهم مش فاهم انت طلعت لنس ده 2 باي سنتيمتر ده approximately equals 6.3 سنتيمتر فمش عايز السؤال اللي بتسئلني دايما انا بتلخبط هي امتى باي دي وامتى باي دي 22 over 7 اسأل نفسك اللي بتسأل السؤال ده هو انا جاي بانجل ولا جاي بلنس لو انت جاي بانجل يبقى الباي دي 180 180 دي جريز طبعا ولو انت جاي بلنس يبقى الباي دي ب3 point 14 او 22 over 7 الحتة دي اولاد مهمة اوي تاخد بالك منها طيب نشوف number 9 في number 9 بيقول ايه بيقول the length of the arc subtended by a ولا an مفروض يقول an inscribed angle تمام مش مهم المهم ما ترعت inscribed angle of measure 67 point 5 in a circle of radius length 8 centimeter equal can انا معي ايه مش عايزوا يستعبطك ولا يضحك عليك يا مستر انا فاهم سيتا بالدجري لازم نحاولها بالردين لا اه غلط مش قصدي انا بتكلم على كلمة قبل كده بتكلم على inscribed the angle الangle اللي انت شغال بيها لازم تكون central angle انت مش هتشتغل على دي انت هتجيب سيتا تانية اصلا انت هتمسك 67 point 5 وتروح عاملها multiply 2 ايه دا ليه يا مستر عشان احنا عارفين من share the prep ان central angle double inscribed angle فسيتا اللي مع سعدتك او مع سعدتك هي عبارة عن double 67 67.5 اللي هي تلعي تكام 130 ديجريز بعد 135 بعد ما تعمل كده هوت تروح ما حولها لإيه لردين ازاي سيتا ردين equals equals 135 multiply by over 180 تعال نخلص ادي 135 ودي البي over 180 تطلع 3 over 4 عظيم وبعدين انا معايا كمان radius equals 8 cm طيب ترهانجل بتاع لازر ادي L theta radian R انت عايز تجيب ايه انا عايز يا مستر اجيب ال L ايه ال L دوت length of arc length of arc او L theta radian multiply R 3 over 4 by multiply 8 هتطلع بكام بالكالكليتر تطلع 6 by اهو بص كده 3 over 4 by multiply 8 طلع 6 ايه باي هل موجودة 6 by اه موجودة طيب خلي بالك هل البي هنا ب180 تعال كده نشوف هل 6 multiply 180 موجودة في الاختيارات اه موجودة بس ما تختارهاش لانك لو اخترتها تبقى عبيت ليه يا مستر علشان دي بالسنتيمتر يا حبيبي ف6 by هنا ده لنز لو هو مش موجودة في الاختيارات حضرتك هتعمل 6 multiply by ولو ملقتهاش هتحولها decimal فهتبقى 8 بس احنا الحمد لله لقينا 6 by سنتيمتر فيبقى هنختار مع بعض letter b الريمارك اللي انا قلتها في 8 و 9 دي يا ولاد خدوا بالكم منها الله يخليكم على قد ما تقدر تعالي نشوف number 10 بيقولي the measure of the central angle in a circle of radius length 15 cm يبقى انا معايا radius length 15 cm and opposite to an arc يبقى انا معايا length of arc become 5 by وعايز الاجابة بالdegree طيب انا مش عارف اطلع الاجابة بالdegree انا هسمع مسلس لسر وبعد ما سمع مسلس لسر هطلع الانجل بالريديان في الاول طيب هي سيتا ريديان عبارة عن ايه الريشيو ما بين اللينس of arc والريدياس of the circle يعني 5 by over 15 يعني هتطلع معاك 1 over 3 by بس احنا يا مستر عايزين الانجل بالdegree يبقى نعمل 1 over 3 multiply 180 فتطلع معانا 60 degrees ونختار letter b هواقف part 1 لحد number 10 يارب تكون خدت بالك من الريماركس اللي انا قلتها ولو عايز تكمل part 2 هتلاقي part 2 موجود على المنصة بتاعتنا اشوفك على خير والى اللقاء موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة